نظمت الجامعة القاسمية جلسة ثقافية بعنوان رحلة في كتاب قدمتها الاستاذة صالحة غابش المدير العام والمستشارة الثقافية في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بحضور الاستاذة الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية ونقشت الجلسة كتاب رسائل جوهرية لحرمي صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جوهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وأكدت صالحة غابش أن كل جزء من هذه الرسائل التي كتبتها وقدمتها سمو الشيخ جوهر القاسمي يقدم قيمة جليلة وخدمة عظيمة لكل فئة من البشر ويجعل الأسرة محورا لكل ما جاء فيه نظرا للاهتمام الخاص الذي توليه سموها لهذا الكيان المهم في بناء المجتمعات وكشفت صالحة غابش عن أن سمو الشيخ جوهر القاسمي وجهت بأن يتم تحويل الكتاب بعد ذلك إلى كتيبات تحمل الرسائل الخاصة الموجهة لكل فئة لمساعدتها على التركيز فيما يخصها من رسائل وستكون البداية مع الرسائل الموجهة للأجيال الصغيرة التي تحمل عنوان إلى أبناء وبناتي مع التحية ترجمة نانسي قنقر